نتواجد الآن في الجهة الشرقية من مدينة تعزوة تحديدا في المربع الأمني بعد أن قامت قوات الأمن الخاصة باستلام المباني الحكومية والذي تنفيذا للاتفاق الذي تم توقيع عليه من قبل اللجنة المكلفة باستلام هذه المباني وتسليم كافة المطلوبين أمنيا تلاحظون مبنى قيادة محور تعزوة مبنى إدارة أمن المحافظة وأيضا المتحف الوطني وكلية الآداب ومباني مهمة قامت باستلامها هذه القوات من أجل تأمين هذه الشوارع والحد من عملية الاشتباكات المسلحة التي كانت قد حدثت في الوقت السابق إذن بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من قبل كافة الأطراف من أجل العمل على الانتشار الأمني داخل المحافظة فيما يأمل المواطنون استمرار هذه الحملة والتعامل بحزم مع كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأمن المواطنين والحد أيضا من عملية الاغتيالات والانفلات الأمني الذي كانت قد شهدته المدينة مؤخرا حمزة أمين قناة بلقيس من المربع الأمني في مدينة تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر